موسيقى لأن القوى الأمنية أوقفت مخالفات بناء في لاسا نفذ آل المقداد في الضاحية الجنوبية اعتصاما وأحرقوا الإطارات وقطعوا الطرقات فقرة أس أنجي هذا المساء من المشرفي مع الزميل رامي الأمين رامي مساء الخير هل لك أنت ضعنا في أجواء هذا الاعتصام هل ما زال مستمرا وما الذي يتوقع أهل المقداد من هذا الاعتصام تخضر نعم نعم مساء الخير داليا في الواقع لاسا عادت مجددا إلى الواجهة هذا المساء أبناء من آل المقداد تجمعوا شبان هنا في المشرفية وأحرقوا إطارات أيضا في لاسا هناك كان حرق للإطارات وقطع للطرقات وفي منطقة الرويس حيث تواجد آل المقداد المشكلة بدأت مع أحدهم من آل المقداد يدعى في راس المقداد هو لديه رخصة لبناء بيت هناك على أرض له يملكها في لاسا ولكن القوى الأمنية منعته من البناء رغم موجود رخصة لديه فتطور الموضوع يعني هو الآن موقوف في أحد المخافر القريبة من لاسا وهنا يعتصمون ويحرقون الإطارات حتى يخرج في راس المقداد من المخفر ويعود إليهم طبعا هم يشددون على أن من حقه أن يبني بيته في الأرض التي يملكها والتي يملك رخصة بالبناء معي هنا شقيقه لفراس السيد حسن مقداد أستاذ حسن خبرني شو المشكلة تحديدة عن صارد المقداد المشكلة خيّة معه رخصة تنظيم مدني وكل شيء يعني نفسك كام طلع ألوله أود أن يعمر رأى على المخفر مش الحال ألوله أطلع أعمر طلع لي أعمر إجا قرار يمكن هيئة من فارس سعاد أو من صمير جعجع أو من أي إنسان تاني ما بدون يخلوا الشيعة يعمروا بلاسة لأنه يمكن ما بيطلع لنشو لصوت بلاسة فهيدي نحنا ما لح نسمح فيه لأنه نحنا كنا قانونيين وهالهجم اللي علينا اللي جاي من الكليروس اللي قديما لهلأ الهجم المرة تانية علينا نحنا جماعة قدمنا دم بحركة أمل وبحزب الله حرب 82 يعني هل حزب الله وحركة أمل معنيين بهذا التحرك؟ ما هذا معني فيه نحنا بيت المؤداد معنيين فيه بحالنا نحنا بدنا حقنا نحنا آنونا إذا مش آنونا يمنعونا أنا بقوله لوزير الداخلية مروان شاربيل بما أنه أنت معمر بيتك فضل يا أستاذ يا معالي الوزير فوت على الحبس مطرح مع خيي لهنيك لحتى تشوف حالك أنه أنت معك رخصة بتفوت على الحبس وخيي معه ورخصة بتفوت على الحبس نحنا منتمنى منتمنى على هجمات هذه اللي عم بيقوم فيها فارس سعيد وثمير جعجع ينهوننا إياها وبلغ تصعيد نحنا جماعة أنتوا شو رح تعملوا هلأ فيه نية بالتصعيد نية بالتصعيد لحتى يطلع خيي من الحبس وإذا خيي ما لح يطلع من الحبس نحنا قلنا شأن تاني شكراً واللي قاتل بسنة 82 عم تلت خلدي شكراً داليا في الواقع أن الجيش اللبناني قام بفتح الطريق هنا في المشرفية بعد حرق الإطارات ولكن كما سمعنا من السيد حسن قال المقداد ينون يعني إقفال الطريق مجدداً عندما يرحل الجيش اللبناني من هنا هم لن يغادروا الشارع إلا إذا خرج في رأس المقداد من المخفر حيث هو محتجز نعم داليا شكراً لزميل رامي الأمين الذي طبعاً باقي معنا لمفاتنا بأي جديد فور وروده